ممثل وصانع محتوى لمع ووصل للناس بأسلوبه الخاص عز دلول شو القصة؟ نسمع أهلا وسهلا فيك عز دلول أهلا وسهلا فيك نورتنا أول عمرك سيد رابعة عز دلول أنت صانع محتوى أو سارق محتوى شوف حكي سراء أنت؟ كنا سراء أنا كلمة سارق محتوى ما أخذت من كلمة أنه أنا حدا حرامي سارق محتوى يعني أنا بأخذ محتوى من الأرض أنا بأخذ المحتوى اليوم هو المحتوى حيكون موقف عادي فأنا بجمله بنكهة عز بطريقة كوميديية يعني ما فيه بنظري شيء اليوم اسمه هذا صانع محتوى شو اسمه؟ سارق محتوى؟ طيب حقلك على الأصة يوم لما يكون حدا عنده برودكت يريد أن يقدمه للناس هذا صانع محتوى وقدمه للناس في حال كان مشروب أكله شربه أي شيء يعني اخترع هذا البرودكت هالمنتج وقدمه للناس أديسون لاخترع الضوء أنا برأيي أنه هذا صانع المحتوى أما يأتي حدا أنا عم بعمل فكرة من الأرض مثلي مثل العالم عم بعملها بطريقة كوميديية لنتضحك لنتسلة هاي ما صنعت محتوى أنا ما عمل شي جديد المحتوى موجود ما ابتكرت أنا محتوى جديد عز يعني أنا بفهم منك كأنك عم بتقلي ما في شيء اسمه صانع محتوى شو في لكان هيدا اللي عم شوفه شو اسمه نحنا اليوم مناخد من المحتويات بعضنا ومنقدمها للناس يعني حاسلك سؤال اليوم مستثلات التركية المدبلجة طيب اليوم ما عمي عربوها ما عمي نفس ممثلين تركيين عم يساووا ممثلين سوريين أو لبنانيين وإقدموها بطريقة تانية هل هي صارت صناعة محتوى مثلا مثل يعني أنا أصدي أنه هي مثل هي مثلا أنا بأخد فكرة من فيديو أجنبي لساوي شغلة كوميدية بأخدر من فيديو أجنبي مثلا بأخد لقطة منهون لقطة منهم بجمعهم فوق بعض وبعملهم بالطريقة تعز شو أنا سارق محتوى في عم بتقولي أنت هذا الفيديو مقلده أوكي أنا مقلده بسو فيديو أجنبي لا أنا حسيت أنه هذا الشي بطلع معي حلو أو أحلى فبقدمو بطريقة تعز أنت لتقول سارق محتوى هيك لا تجذب الناس لألك لحتى ممكن يعني هيدا أسلوب ترويجي معين ممكن الماركتينج جديد خالف تعرف أنه أنا ما بدي كون مثل الكلس أنا محتوى أنا سارق محتوى فهون يعني بس أنا متصالح فيها ما حالي ما التكر ما الماركتينج كلا هي جابتلي ماركتينج بالنسبة لي جابتلك؟ يعني لأني أنا ميز فيها كنت أنا بسورية هي الكلمة بالذات سارق محتوى هذا سارق محتوى لأنه بشيل غطى عني خلص أنا هيك قدام الناس أنا سارق محتوى غطى شو بتشيل عنك غطى أنه أنا فيني أخذ أنه أخذ فيديو أي يجب أن أعمله بطريقة عز خلص عطيت الشرعية لحالك بدكن تقولوا أنا سارق من الأساس يعني خذوها من الأخ ريحت رأسي وريحت لك رأسي أول فيديو ضرب لألك عز كان غير مخطط لأله صح كان بعريز صحيح كنت عم تاكل والكل عم يرقص صح أنه أوكي شي عادي أنه أنت عم تاكل والكل عم يرقص اجت لما ريها وانجي عم نتشير لهيدا الفيديو اللي انت نزلته وصيح عمد بانتشاره هو انا ما كتحاط هاد الموضوع ببالي انا حدا عز هيك مع العالم ومع رفقاتي وانا هو صغير يعني بس كنت برايفت كنا ممرة بعرس كان رفيقي عم يصور دي نزله معايدي بستوري او مباركة للعرس قلت له انا هو عم يصور لا تصورني انا عم باكل مو حلوي اطلع بالصورة وانا عم باكل يعني قال لي ايه ماشي هداك من كتر مالو ابن حلال صور اقرب القاميرا عليه فانا اجت الكاميرا عليه وعملت هيك رفت شو عملت فانا ضغري انا عم باكل فنزلوها رفقاتي او نزلتها عندك بوست شافتها مدام لمرة هو نجي عندي انا في صداقة بيني وبين زياد اخوه مدام لمرة فشافتني من عند زياد فشيرت ليها ما بعلن نكتر ما تكون بالعرس وتجي الكاميرا عليك وانتشر وبعدين شافتوا مدام لما اصيل بعدين وصل لامريكا يعني وانتشر يعني ايجاني بيوم واحد انا فوق ال 24 الفولوورز فمعرف شو عم بيصيف يعني حسيت كهرة بروفايلي كذا فصاروا العالم يجيني يجيني فصد اعمل فيديوهات ونزلها اعمل فيديوهات ونزلها ولقيت في قبول الحمدله من رب العالم تاني اكتر فيديو انتشر للك هو كنت عم تحتفل بعيد ميلادك لوحدك صحيح ستبري state i었 ستبري فمام تحتفز أنت عن جد تحتفل بعيدك لوحدك أو كمان تمثيل حتى هيك نجزه بالناس؟ هو مو تمثيل، هو مو أنا هو تمثيلي، هو أنا مستقصد أعمله بس أنا لأشوف ردة فعل الناس تجاه واحد عم يحتفل بعيد ميلاده لحاله هل ممكن يتركوا لحاله لهذا؟ ما حدا يتفاعل معه ولا ممكن إحنا نشوف حنية بعضنا على بعض فأنا طرعت هيك، قلت لحبدي أعمله أنا يعني أنا زبتليلي هلأ أرجاع أعمله ما بلاقي نفسه، يعني كان قلبي عمي دق مليار ليه؟ خفت ليه خفت من شو؟ خفت من، يعني هذا الفيديو اللي بدي أعمله أنا قدام كنت أنا بمنطقة كنت أنا بمول بسوريا يوم خميس ساعة سبع المساء قمة العجق أو قمة الضغط والعالم كل الأعمار من عمر ثلاثة سنين لعمر خمسين سنين فيا ترى هذا الفيديو يا بدي يرفعني يا بدي يعملني أنه مصخرة فقلت هذا يا حيضرب يا حيضرب يا حيضرب لي لأنه خلاص أنا ساعتها ممكن ما عدا أطلع السوشيال ميديا ما عدا أعرف يعني خلاص وصلت لموقف إنه هذا يمكن لا بس أنا حدا أقوى من الرهاب الاجتماعي عملته فأنا عم شغل الشمعة الشرارة قلبي كانوا معي ثلاثة من رفقاتي حاطوا نوزعهم جنبي على الطاولات قلت لهم يا شباب بس تشوفوني عم زقف زقفوا معي شجعوا الناس العالم زفقت لي قبل رفقاتي وصاروا يتفاعلوا معي قبل رفقاتي ويأتي ببيرز دي معي قبل رفقاتي ويأتي بلاضة صغار يبوسوني كل عام ونت بخير عمو كل عام ونت بخير ليش يجي حدا زعلان أنه أنت شعب تحتفل بعيد مادك لحالك ما عندك حدا ما عندك حدا يحتفل لك بعيد ميلادك أنا بس أخدت الفكرة الفطرية إي وأخدت الاستعطاف كمان تمام وعملت اختباري اجتماعي قد الناس بتحبك الحمد لله انتشر هيدا الفيديو تي انتشر انتشر على استواء عالمي يعني الفيديو جاب فوق العشرة مليون فيوز وانتشر على عربيا صاروا شاب أردني عايش بجزائر لحاله شو كانوا يعلقوا شو كانت التعليقات يا قلبي ما أحلاك يا ليش يعني معرفوا الناس أنه هذا تمثيل فكروا أنه حقيقة يعني اللي بيعرف عز عرفوا أنه تمثيل بس وانتشاره للناس لأنه هذا الفيديو ساعد كثير بانتشار عز فلما شافوا الموقف مع الغنية مع محبة الناس إليه مع أطفال تجي تعانقني تبوسني يا عمك العمك بخير كذا يبوسوني وصلت لقلب جوه العاطفي يعني لفترة الإنسان عز عم بتقلق صرت أربع مرات قايللي عن حالك عز ما بتقول أنا ليه ليه بتحكي عن حالك بلغة الغائب تير أولى كلمات أنا أي شو المشكلة أولى؟ ما بحب كلمات أنا تكون عالية عندي بس عز هي أنا يعني هو هي أنت بس أنا عم بتحكي عن عز بس كلمة أنا بحسها شوي من شوفت الحال أنا قريب من الناس يعني عز كأنك حدا غريب عم تحكي عن حدا مش أنت يعني منفصل عنك يمكن حس يمكن ما شاء الله أنت هلأ لما استي شغلي جواتي أنا ما هلأ انت بهت الله بس أنا بحب كلمة أنا بحب كون قريب من الناس ما بحب كون أعلى من الناس أنا بحب الطبقة اللو طبقة الشعبية بحب أكتر أنت من أي طبقة بتنتمي اجتماعيا؟ الحمد لله أنا من طبقة مرتاحة بالشام فضل من الله إيه؟ كن ملهيك بتحب الطبقة يعني المتوسطة؟ حب الدرويش أنا بحب الدرويش أنا قبل سارخ محتوى كنت كاتب درويش على باب الله أنا حتى بحب الدرويش كتير لو عشت درويش كنت هتحب تكون درويش؟ عشت درويش حسيت وجع الدرويش في لحظة في كم سنة من السنين والدي ضغط ماديا جدا يعني أكلنا ضرب ماكين ماديا فنزلنا لمستوى الدرويش كتير حسيت بوجعه بعدين بعد كم سنة قدرنا جلسنا فقدرت أني أنا أحس بوجع الدرويش أكتر من العاس الفيك شو الموجود عند الناس البسطة ما موجود عند الناس الأغنية والأثرية؟ الحقيقة الحقيقة هن الحقيقة؟ والكرم ليه الأثرياء ما عندهم الحقيقة؟ في حقيقة وفي الفيك أكتر غالب عليهم الفيك أكتر دائماً شوفي الكريم بيعطيكي أكتر ما يعطي حاله ليش؟ لأنه حاسب وجعه فحاسب هذا الوجع ما بدي حسك فيه الكرم؟ الطيبة؟ الحنية؟ الشيء يلي افتقدنا بها الوقت هذا؟ أنت عدي حقيقة على السوشال ميديا؟ بتمثل ولا حقيقة؟ تحكي لك ولا يخلي الناس تحكي؟ انت حكي لي انت حكي لي بدت تحكي لي الحقيقة عز على السوشال ميديا؟ بيجيني إعلانات بس الإعلانات اليوم بسوريا ما بتعيشك عيشة كريمة طب كيف بتعيش لك هان؟ عندي شغلي شو بتشتغل؟ نحنا مشتغل بسوريا احنا عنا معمل بلاستيك انت وعائلتك تماماً فأذن السوشال ميديا شو الهدف مننا؟ تسديق شهرة؟ السوشال ميديا أنا حدا بحب التمثيل أنا بحب التمثيل من أول صغير كان حلمي بالحياة أني أطلع ممثل أحب ممثل كثير وبعرف ممثل وهال موهبة موجودة عندي من أنا وصغير بلشت معي بالتأليد لما خلصت باكالوريا قدمت على المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا انقبلت بين 1200 طالب رحت لعند بابا قلت لهاني انقبلت المعهد العالي للفنون المسرحية طبعاً كان هو عم يخلص باكالوريا وعمل لي بالدفية قدمت على المعهد العالي انقبلت طلعت فوركشوب انقبلت انقبلت المعهد العالي قال لي لا ما في تقدم بالمعهد العالي قال ليش قال لا انت ابني وحيدي بدي يكون عندك شهادة جامعة خذ شهادة جامعة وروح بعدين مسيه انه قدام الناس قدام العالم والناس انه حدا ابني اكاديمي دارس ما خليت حدا من رفقاته ما عارفه امي اختي ولا حدا ما كان يرضى قال لي بغضب عليه قال لي روح خد شهادة جامعة وعملي بدك ياه فت على جامعة درست اربع سنين ماركتنج ومانجمنت اتخرجت اجيت بدي اقدم المعهد العالي بعد ما اتخرجت قالوا لي انت قاطع سنة تلعت وعشرين فمعت فيك اقدم على المعهد العالم تأخرت اتركت على الله رميت على الله بعدين بعد سنتين سمعت انه في معهد بالشام اسمه دراما رود عند مدام رشا شربجي وجهتها تحية كبيرة 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 لانه كتير الى فضل العلي وعلى المواهب المتفونة صحيح بعيدة عن التلفزيون او عن السبوتلايت عم بتضوي على المواهب هي اكتر حدا صانعة مواهب نعم هذه المدام صانعة محتوى فتت على المعهد على دراما رود انقبلت الحمدى طلعت عندها من العشرة الاوائل عطتني فرصة امام الكاميرا بدور صغير بمربا العز بعدين صورني مسلسل اسم المهرج للسمان عرض وولاد بديعة فهلا عم بلش معها يعني شوي شوي ان شاء الله وبالمناسبة انا حتى في ناس مقربين علي مقربين بمعنى بيقربوني عم يحكوا للعالم للناس للمشتركين بيناتنا ان عز عم يدفع مصاري للتمثيل او لحدها مشان يطلعوا بالمسلسلات اف يعني انا وصلتني من رفقاتي انه هيك قريبينك عم يحكوا عليك بس عز انت لغاية اليوم عم تاخد ادوار صغيرة يعني بعد ما اخدت الدور اللي انت تحلم فيه صح؟ صحيح كون بارش بمسلسلات قديمة حنحكي على الاستاذ تيم حسن كان شو لأول مرة طلع بمسلسل اسمه كان يا مكان ام فكان لأول مرة فكان ادواره صغيرة فاليوم وين صار الاستاذ تيم؟ فحب اطلع على السلم درجة درجة هتوصل مطرح ما وصل تيم حسن؟ احلم بما تشاء فانت جاذبه سوف تجذب هذا النجاح؟ يا رب شايفه بإذن رب العالم شايفه؟ وين شايف حالك بعد خمس سنين؟ يعني اليوم عز مو بس كوميدي انا اليوم بعتبر انه السوشال ميديا او الانستغرام هو سيفي لعز عم كدس سيفي عم تراكم تجارب وخبرات ومواهب انا حدا بعمل كاركترات يعني بقدر اعمل الحزين الكوميدي الكبير الاب الحنون الحبيب العشي المغدور بقدر لعب كاركترات عز انت صانع محتوى كوميدي بتصدر فرح بهيك امل بتوزع امل للناس انت شخص حزين ولا سعيد وهل كانت حياتك كلها فرح؟ انا ببعتولي مثلا على الانستغرام او بالدايركت مسجي انه انت ما بتزعل دائما عم تضحكنا دائما عم تفرحنا دائما ملاقيك مجنون طيب اليوم يا بنت الناس اللي انت عملت لي فولو انت بعتلي فولو كرمال ليش؟ كرمال تضحكي شفتي شغلة حلوة ترفي عن حالك ليش لورجيكي الزعل؟ طيب انت ناقصك يا ابي ناقصك الدايئي ناقصك يتوجد على البي ناقصك هام ما ناقصك هام ناقصك هام بس انت عز اكيد امرأت بهم ما كنت يعني دايما سعيد صح؟ هلا كنت دايما فرفوش وسعيد وهيك لا 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 اكيد الحياة كلها مالا بامبي ايه بس اه من انا او صغير انا والدي كان قاسي علي كان بطلك او جلادك بيك؟ البث اثنين؟ ايه يعني انا على قد ما كان يضربني اف لحظة بيك كان يضربني؟ كان يضربني ايه كان يضربني ابي يضربني بالقشاط انا كنت حدا عندي فرط نشاط انا كون قاعد بالبيت مثل التوتو اطلع برا البيت فجر مواهبي اه كنت اتحركش بالعالم كنت مؤذي يعني دقوا النسوان لماما يجيبوا رقم تليفون ماما ممكن ابنك ما يععد جنب ابني اليوم ضربوا اليوم عامل هيك اليوم عامل هيك فانا من كتر ما كنت مكبوت بالبيت اطلع برا البيت فجر مواهبي يعني اتخانه مع هاد اقزي هاد وما كنت خاف ولد صغير يعني عرفتي اه فكان ابي شديد علي معني انا وحيد على ثلاث بنات يعني بتقولوا هذا وحيد على ثلاث بنات هذا مدلل معناته هذا ايه ما كنت مدلل الوحيد مدلل ما هو كان مدللني بعشرة بالمية ايه ويضرب تسعين بالمية بس ليه بي بد يضرب ابنه مو ضرب بمعنى انه ضرب كان يضربني يعني هو حدا لا يدميني عم بتقلي القشاط يعني ضرب قاسي مبرحة ايه بس كان يضربني لان انا كنت حدا مشاغب جدا يعني كنت مطمو الطابة الاول على الارض اه كنت جنة يعني جنة انا محزبة لامي كنت استاهل الضرب عز انا عم بتذكر حالي ايه انا ابني هيك ايه بدي اعجنه عم حط افتراض اه ليك للك شغلية اتزوجت صار عندك ولد تضرب ابنك بدفس الطريقة اللي تضربك فيها بابوك ما بظن ما بظن ما بظن اضربه بنفسه بس ممكن اني انا حاول اعرف شو يفكر ابني قبل ما يتصرف التصرفات يعني مثل انا بجوز بابا ما كان افكر ابني بابني ده يتصرف هيك طب غير فرط النشاط ليه بيك كان يضربك عملك انا كنت حدا مؤذي ايه 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 كنت حدا مشاغب يعني انا كنت كسر بلور كنت اقذي الناس كنت زيت حجر كنت ضط بيضع الناس حدا دايق لازعج الناس بس انت عم تبرر هلا الضرب لابوك كيف عم برره انه انا بستاهل لانه هذا الزلم انا معلمي وسيدي الاول لانه بعد انا من بعد عمر 18 سنة تغيرت معاملته كله تجاهي دليتك تنضرب لعمرة 18 سنة؟ لا لا للتاسع للأربطاعش خمسطاعش هيك اخر مرة مدرك فيك اثر لما تتذكر هلا هيك حادث تضرب ما من الوجع؟ لا ما سبب لي عقدة بحياتي بس حسيت انه لكان وقت من الاوقات لازم يضربني ليعلمني الرجولة اكتر لكان نقصك رجولة؟ يعني يعلمني الخشونة يعلمني كيف انا مو دائما انت يعني انا كان يقل لي بالمدرسة بالشتوية روح اشتغل روح المدرسة بالصيف روح اشتغل انا ما هنقطيك مصروفة ما كان يشغلني عنده كان يشغلني مرة عند رفقاته مرة عند خالي مرة عند حدا من المعارفه ما يشغلني ليعلمني كيف طلع قرش قدر قيمة القرش تماما بابا ما حدا سساعده بليره فحدا هو حدا عمل حاله بحاله أبي ما كان كثير معه مصاري يعني ساوى حاله بحاله بتحب ابوك ام بتخاف منه بعشقه ما بتخاف منه ابدا ابدا هلا ارفيقي هلا قد ما بقلك ارفيقي والدي صغير مو كبير والدي مجوز صغير فمجايلني فانا هادا الزلمة بالاول ما حس انه هادا ما كان فيه غلط ترتسم صورته بوشي لا غلط بتذكر الماضي بتذكر الضرب بتذكر الزورته بتخوفني كتير اي بتذكر الزورني قبل ما يضربني السوشال ميديا اول ما بلشت فيها ما كان قبلان فيها ما هادا سألك ما خفت من ردة فعله من رفضه بما انه كنا رايحين لباب انستجرام هو مثلا ما كان عنده انستجرام فما عم يعرف شو عم بيصير وانا ما كتعرف حاني حاني شهر لهي الشهرة فصاروا يوصلوا فيديوهات للي يلي شو عم تعمل اللي ما في شي فيديو نزلته اوكي سكت ما اعمل شي اعمل تاني اعمل تاتي اعمل الرابع اعمل رفقاته صار يبعتوله ويتضحكوا ويتضحك معه صاري ماشيني بنفس العصر اللي هلأ اللي احنا لازم نماشي نواكب اللي احنا فيه عم بيواكب هيدا هات الزمن هلأ صار هو يعطيني افكار انا بابا حدا كوميدي كتير청 انا خات Abu من الاحداث اللي لفتت النظر ل اليك عز و لا اسمك هو بعد الزلزال المؤسف يعني الضرب سوريا يذكر ماهين عهد أنت من الناس اللي ساعدوا ولكن صورت حالك أنت عم تساعد العالم الحمد لأن كنت أنا سبب بمساعدة أي حدا تضرر بوقت الزلزال أي بس الاستعراض أنه إحنا لما بدنا لساعد ونستعرض ونصير ونقول أنه منبرر أنه أنا صورت لأنه بدي لأنه ساعدت اللي بدوا يساعد بيصور اليوم المدام رابعة قاعدة ببيروت عندها رائبين بسوريا بدأتبعت لهم أي شيء اليوم أنا وأربعة أشخاص من رفقاتي عملنا مبادرة بالشام أنه إحنا مننساعد بعض بالزلزال عملت مبادرة أنا ورفقاتي سميناها كلنا لبعض وقلت أنه إحنا عم نستقبل تبرعات عينية فقط حرام دواء شراشي أكل غزاء معنبات لا عم نستقبل مال فلوس أبداً لأنه أنا مالي منظمة ولا لي جمعية خيرية لتبرعوا بباساط لتبرعوا بسيئرات كية العالي الأناتر مواصلات نقلية يعيني عليكي فاليوم المدام رابعة عندها رائبين بيتضرروا بالزلزال أنا تواصلت مع عز عز بعدت لك أنا معلبات طيب اليوم أنت شو أعرفك أنه عز عم يوصلون لأهل المضرر طب صور لي لقلي يعني أنا وكلتك صور لي لقلي وبعض لي فيديو خاص بيني وبيني كلها أنا شخص مؤثر على السوشيال ميديا عندي كان ديك الأيام مئة وخمسين ألف دي عادي تصور كل واحد يا جماعة الخير نحنا تبرعات كون اللي موجود اللي بعدتوا ليك هون ونفس الوقت لما نطلق على حلب وريفة ولادية وريفة وجبلة وريفة أماكن للضررة عم تشوفي أنت تبرعاتك واصلة لأهل العالم التعباني اللي قاعدة بالمخيمات بالبساتين وحاطين جيلاتين فوقهم وولاد عيونهم صغار وشفايفهم زرق من البرد طب أنت عم تشوفي حرام عم تغطى في ولاد قديمتم بسطي قدي جمعتوا عز جمعنا رقم من فوق الثلاثة مليار لرسورية إذا بدنا نحسبن حسبناهم بس تأديريا يعني إذن أنت إذا كانت بهيد الطريقة فخلنا نصور ما في مشكلة تماما لأن مو أنا المتبرع يعستي أنا ما تبرعات بشي أنا حدا كنت مرسال ما بين المتبرع ما بين الشخص المحتاج تمام هاي الفكرة فأنت متطر تصور وممكن تكون هدا الشي أمر معدي يعني كمان إنه الخير معدي متل مشهر معدي أنا بمشي إنه الخير ممكن يعم ممكن لاقي حدا يردني جميلة يعملها مع أخواتي دنيا دوارة يعني الكارمة آخر شي لوجه الله لوجه الله أو لوجه الشهرة الله بيعلم إنه لوجه الله الشهرة ما أنا كنت مشهور يعني أنا كنت معروفة هذيك الأيام يعني زلزال ما ما زاد لشهرة أنت مشهور على السوشيال ميديا مشهور على إنستغرام وينك من تيك توك عندك تيك توك لا ليه التيك توك تيك توك أنا بحسه غسل قدر شو يعني يعني أنا ما بعرف الله من أمسك بيضتين وقفصهم عراسي كابسولي بعتي لي أسود بعتي لي شواء بس في فنانين عم بيعملوا ومشاهير يا عيب الشوم يا عيب الشوم فنانين كبار محترمين معروفين يا عيب الشوم أنا برأيي أنه هذا الشي صغر يعني خلاص يعني أنت ممثل أنت ممثل سوري أنت عم تمثل وجع شعب بتحط لي مقلاية على رأسك وتحط لي طحين على ما عم يعملوا هيك بس عم يدخلوا بجولات تحديات عم بيطلبوا أسات تكبيس عم بتصير طيب هذا أنا هذا مو شحادي هذا شحادي هذا غلط إذن ما بتدخل على تيك توك لسه الوضع ما بده تيك توك شو بده؟ لسه الوضع بتحمل بعدها بالإنستغرام لأ لأ لك تيك توك بفيد بشهرة يمكن بفيد بالمحتوى كمان ممكن تقدم محتوى جيد عبر تيك توك ممكن نفس المحتوى عن الإنستغرام أني أدمو أنا ك صح تماماً تيك توك بس أما فوت جولات عشان صغير حالي وضحك العالم وكبسوش حد وجيب مصاري لا فضل من الله الله كافية عمي ما بدنا عز دلولة وين بدك توصل؟ للنجمات دولة ورانا إن شاء الله أنا حلمي كمل بالتمثيل يعني هيك هيجي شي منتج اللي تعيي أبو العز إليك هذا الدور إليك هالمية وخمسين مشهد لعبوه وإنت أدى بإذن الله نحن لها بإذن الله بلعب المية وخمسين مشهد على أكمل وجه بإذن رب العالمي بإذن الله بإذن الله هيدا كان عز دلول الممثل وصانع المحتوى أو سارق المحتوى اللي عنده طموح كتير جدير حكم دايماً لألكن سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة